اليوم احلام علي القرآن العاطفية لبرج الجدي لشهر يونيو انت بطوءة كأنك مخلي كل شيء الى القدر وكأنك مستمي شيء في هاي العلاقة ان القدر يصلحه وكأنك انت حاسس نفسك مش قادرت تعمل اي شيء اتجاه العلاقة هاي خلينا نشوف اه انت شايف انها بتقسم فينا للبعض منكو انه فيه بلوكات بناتكو واحتمال انت شايف الشخص اده روحاني وحساس جدا واي كلمة بيزعل بيطار من العلاقة او شخص انا جد حساس جدا ومشوز جدا الشخص هذا يعني مبارك اش بده بالزبط دائما متحيل وحساس جدا وزعلان حاليا انتو شكلكو منفصلين زي ما حكيت لك انت كأنك تركت الموضوع بالقدر والقدر كأنك استسلمت انت في وقت يعني استسلمت لهاي العلاقة استسلمت لربنا انه اه اللي فيه خير هو يقدمو واذا يقلكو نصيب مسلا ببعض بتاخدو بعض انت خلاص مستسلمت لهاي قدر للحظ للنصيب وانتو حظك وانت شايف هذا الشخص منغلب تعد اغلب كل الوسائل بينك وبينه تباعد نهائيا وانت شايفه برده روحاني اذا ما حكيت لك حساس جدا جدا من هذا الشخص وكأنه انت خيارته بين شيئين بين امرين والشخص هذا ما عطاكوش خطور ما عطاكش جول لان الشخص هذا زي مش عارف ياخد قرار اصلا او هو شخص ما بعد في اخد قرارات نهائيا بطول فعلا هو بياخد وقت في التفكير يعني وقت طويل جدا جدا يعني يبعد يحسب يضرب الاخماس حتى يطلع قرار وحتى لو تلعف قرار مش القرار اللي هو بيكونش فاضي عنه يعني برض هو بزي بوقته انه خلص اجبالي انه اوضد هاد القرار بس وفكرة عالشخص اذا بروكو اقع فكرة لو بحط لك بروكات من البرج افون البرج الجدي هذا الشخص بروك من البيت مدروليش انه كوانتات انا ومحات ومحا ويعمد علي من كوانت جديد فيس جديد اي شيء جديد ويربق من خلاله فانت خلص انت مستسلم انت في حالة الصعود والهبوت يعني شيء بتحس نفسك حماسي للشخص هذا وشيء بتحس نفسك انه خلص انت استسلم ويعني كأنه مش انتصارت مش شافها انه انت منتصار بتحيل على وقالي انك استسلم من الوقت عملات انت بتكون نفسك بروحة مثلا تحاكيه بها بطيبة حضرت لك بروكات مش قدر توصله وفجأة بتعود تترجع بترجع بتحكي خلص خلي على القدر يعني انت من هيجو بك طي خلنا اخذ كبكوك من منس فيرسون قريبا جدا قد قرر بوضوح ما تريد حتى يأتي اليك الان فيه شيء اذا انت مثلا تمنات شيء باخلك رح يحصل او انت اذا دعيت تعوى ادعي شيء لان انت شكلك الحظ معاك فيه شيء القدر معاك هو اللي بجنبك مش اي شيء ولا اشخاص ولا ناس ولا اشيء القدر جنبك ربنه جنبك فهو يقول لك قرر انت ايش بدك احنا رح نستجيب عليه قريبا جدا فقرره ايش بدكو سويا هذا الشخص شخص جديد اي شيء طيب ايش دعوا ام السلمية شرينج انيور سلمية هون بلولك نادى على السلمية تبعك صلاتك والتأكيدات وتصوراتك تساعدك في جمعك مع الصميد تبعاً. فهن برو لك نادع الصميد وهن برو لك انه قرر قلباً جداً فانت في عجلة الحز يعني انت هلأ قدر تدعي دعوة وتستجاب. في شيء حواليك وكأنه باب الحز مفتوحنا. فانت ايه ونادع الصميد روح يرجع. وراجع ما شاهد. يعني زا انت حابت ان هذا الشخص يرجع لحياتك او سواء انت بدك شرد الشخص بدك صميد تاني. رفيك روح تاني. وبدك تندغ له. قرر انت شو بدك لانه انه انه في عجلة الحز انت المصير بعمل في كيك لانه لازم انت تاخد قرار صح. فانت بتحاسس نفسك في المصير. انت نفسك شخص حاسس حالك بتمر بشيء قدري. بشيء قضاء وقدر. مؤمن في القضاء والقدر. فانت قرر. اه نحظ معك. العجلة بنحظ كلها في ايدها. فانت قرر شو بدك سواء ان هذا الشخص سواء غيره. فانت قرر. ازانش مرتاح مسلا مع هذا الشخص اتعبك. وبتدع انت يتمنى من ربنا ان يبعط لك شخص يحترمك وقدرك وتكون مبسوط معاه وتحبه ويحبه. يعني يبتدع انت يا الامة يتطلبها من ربنا. الحيح في الدعاء اه فيه الى استجابة عجيبة. ازا انت بس الحيح في دعائك. فدائما انتو اه 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 احيوا في دعائك و اه اطلبوا من ربنا كتير. حتى في الاستجابة لما انتو تحسوا نفسك وانتو موجوعين استشفوا في اميداء لربنا. وحطوا يداك وعقلكوا وقولوا يا رحيم. بس قولوا يا رحيم. وربنا برحم قلبكو. طيب. اه هون بحكولك شكل انتو فيه بينكو طرف تالت. فهون بحكولكو اطفال النابلي والكريستال. كنا انتو الاطفال ما يسموا في الكريستال و انا يعني طبعا بصراحة يعني انا ما بقاملش في هاي الاشياء. ان اطفال الكريستال والنابلي والاشياء هاي. لكن انتو يعني يمكن انتم تتعملوا في كثير شغلات. فانا رح احكي لكو شو بحكي لكو الكرب بالصب. لديت روح بدمع الاطفال على وجه الخصوص. يمكنك مساعدة الاطفال الذين يعني من الحساسات. انتو. طبعا ما نبعد عم انو. نحكي انك انتو شخص من اطفال النابلي والكريستال والخرافات هاي. نحكي انك انتو شخص يمكن مريت بمرحلة من الطفولة. خلتك تحس في الاطفال. يعني انت لو ما تشوف طفل حزين تارف عندك الحساسية يعني تحس في هذا الشخص. او بتحس العفن في الطفل. ففي يمكن انت في منزلك طفل حساس. يمكن عند الربو وعنده الدوحد عنده شيء ما. فتقولك انت اثناء رعايتك لنفسك برضو راعي. طفل الحساس اللي عندك. فيه طفل عندك حساس او ما لو اشي او مريت. فعني هتشوفوا انتو شو. صح انا اتقرق تارف بس مش تكون شيء بآمن. يعني انا بحب الاشياء تكون مع بلائم. فيمكن انا يعني عزوني بالنسبة بحكو الاطفال الكريستال والنجوم والكل هاي انا صراحة فرقت فيها. لكن ما اعجبتنيش. طيب خلينا نشوفوه. هون بحكوه لك. التفت ما الذي تشبت اليها. انت فيه ايش اللي يتمسك فيه. وممكن انت عندما الدعاء اللي هين يقولوك يعني قريبا جدا ويستجاب. ممكن انت متشاهدو الشي ملتفت عنده. ملتفت فيه. م مشي انت متيسك فيه. هلا طاقة الشخص هذا على شكله فرحان وهو بمررج فيه وقت فرح واصدقوه ولمح سو очا finding him all happy عندهم فرح بسبب يعمل. رفع الحضر يمكن عنده فرح اخ اخت اي شيء. الشخص اللي فاتح قلبه للحب فاتح قلبه للحياة وحابب انه حابب انه يحس بالحب و يحس بلومانسية لكنه مش عارف حسه طقطه كانت حزينة يعني ممكن هو حزين بتعالك عنه. هلا بنشوف شو كمان. لانه الشخص ده مفاتح قلبه للحب او ممكن دخل بعلاقه غير كون. هل بنتظر يتنتظر شيئا ما. الشخص انت برسل حدا انت بيت كتير. وبيقعد يتفرج من بعيد. يمكن عنده علاقات كتير عن انترنت للشخص. بيقعد يتفرج ايه على الرد. اذا الاشخاص ردوا عليه او لا. لو بعض منك طبعا مشكلة. ولو بعض منك الشخص ده ماسك مشاعره. وخافي زعله. خافي زعله انه فقط الفرصة معاكم. وبحاول انه يلجأ للفرح والمرح والا اصدقائه واللمان. لحتى يخفي. لحتى يخفي زعل. الشخصك زعلان جدا جدا. وفتقط رحيتك زعلان فانو بحس هايك. انه ضبطك انت. الشخص هذا يمكن عرض عليك الصرح لكن انت رفضت. وتحفزت في مشاعرك. بالتحفزت. احتمال هذا الشخص بيما تواصل روحي معاكم تجد. جدا. اه احتمال هو بعملكه انه تبتجهوا اليه. ولكنه بعمل النفسه صامت ومش بتحرك نهائيا. طبعا انتو تفكيركم شكت فيه لانه هو بعملكه تواصل روحي. عالي جدا لان الشخص هذا متواصل جدا جدا. لانه حساس. والناس الحساسين اه عمق الالم عندهم بخليه يطلع يطلع طاقة اتوصلك بسرعة. فالشخص هذا يا اما بعمل تواصل معكو او الشخص هذا متعمد انه ما يبين مشاعر امامك ولكنه يبين انه فرحان ومبسوط. اتمنى هذا الشخص صليب السن او شخص غير ماضش بافهله. لانه هو نوعا ما هيا بحبس المشاعر وداخلها. لكن بدون ما يدرك ليش هو بحبس المشاعره. يعني هو مش مدرك انه ليش حبس المشاعره. وليش هو الطاقة هاي اصلا. لان هوان عندي نفس الشيء. حتى انت مش فاهم عليه. يعني مش فاهم انه ليش اغلق او ليش بتاع التباعد عنك. هو حزين هو مش فاهم نفسك. فهو بحاول يعني بحاول انه يليه نفسك في الحياة في الانشغلات والافراح والشغلات هاي كلها. اتمنى انه بتواصل معكم عفكرة التواصل بينكم وعلي جدا جدا. جدا شخص هدا. والشخص هدا بمر بمراحل زي مراحل العرضات. هو يعرض على اشخاص الصداقة او الاشخاص يعرضوا عليه. يعني كأنه مشغول بالسوشيال لحتى ايه يخفي اوجاعه ويخفي الشيء اللي بتاخله. طيب. خلنا نشوف مشاعره بالنحيطة. هون عنا برج الحمل. برج الحوت. برج الدلب. احتمال انه انت بتعمل الحوت الدلب وحمل. وعنا هون ابراج الطاقة. لكن الطاقات هوائية. طيب كلها في رواء الهوائية. اه ترابية. مائية ونورية. موجودة كل الطاقات. وهو في طاقة مائية. هو حساس. يعني لا. هو في الرومانسية والزعل. حساسية. الزادي ده. طيب. هو شو مشاعره من لحيتك. هو مشاعره انهاي. بسبب. هو حاسس انه. انت طلقت ان العلوقة هربت. يعني هربت بطريقة سيئة جدا. واتسحبت ان العلوقة. وشايفك انك انت تسحبت. برضو. وشايفك انه انت. هو حس من ناحيتك. انك انت. تبعت عنه. وبرده زم حكيتك انت استسلمت للأمر الواقع. وكأنه كل شيء عنه فيك حطيته بداخلك. بنفس نفسك. وصمتت. وكأنك انت واجحته مرة واحدة وخرجت من العلوقة. بكسر القلب. ولكن صمتت عها الكسر. وكأنك اعدت تدور في المجهول. وعبس. ما لقيت شيء. يعني ما لقيت شيء انه تبسك عهادا الشخص. يعني حاولت انه تلف وتدور وتتواصل معي عشان تحصل على معلومات. لكنك انت مقدرتش. انت مقدرتش تجامع عن هاد الشخص معلومات. فهو شايفك انك انت يعني انه ما قدرت تعرف انه هاد الشخص هل هو في علاقة. هل هو تركت عشان شخص اخر. ما شافك انك انك انت حاولت تجامع عنه معلومات. لكن اه انت زي ما طلعش في ايدك هاد الشيء. وطلعت خلص نهائيا من علاقة والتزمت الصم. وكمان شافك انك انت متواصل بارع جدا جدا. عندك روحانيات عالية جدا جدا. وهو حاسسك التواصل. وحاسس انه انت متمسك فيه. متمسك فيه جدا. ليش؟ لانه شافك انك انت حاولت انك تستكشف عنه بعض العفن بدل الاشياء وما قدرت تجمحها فقررت انه حتى لو جمعت بس مش الشيء اللي ادينه. ما قدرتش ادينه انت نهائيا. وشافك ان انت خلص. يعني طلعت. لمات اللي لماته. سواء مكلام سواء اتاب بناتكو. اي شيء وانسحت. وصمتت. واصلحت صامت. بس وشافك انك انت بتريكه عقلاني يعني فيه اشي انت لفيت فيه ودولت. او بنوع من الجلد. يعني بنوع من تقنيب الضمير. يعني انا خليته يقنب ضميره. وقعدت. فيه شيء انت عملته زي مش مكر لكن زي حاولت تفوز عليه. حاولت تفوز عليه. برضو برج التالب والحوط. مش هيكينه في القرآن. الحامل فينا. اه اه. هو كيف بفكر فيك? هو شافك الكوين. بفكر فيك الكوين اف وانت. هو هو روديس لحكا بالشلس. وبتضيق. بفكر فيه انه يسلح الموقف. لانه حاسس انه انت زي هربت بعد ما فوت فيك. يعني لميت اللي قدرت تلمه وهربت. يعني هربت انت زي بجميع جوارحك. بجميع تعبك. بجميع كل شيء. بدلائل. بكل شيء وهربت. هو بده يصلح الامر. يعيد احياء هاي العلاقة. سواء انتو منفصلين من فترة طويلة. لبعض منكو طبعا. وتنفع لانتصار جديد. فالشخص هدا قريبا جدا بتو استحافك. بس تحدد انت شو بدك من هدا الشخص. وهو بنيده على السلم انت بعلمه انت. فعلا هو بنيده عليك. وهو ضغط على عقلك. عشان هيك انت بتحس نفسك ان مرة بتكون كويسة او مرة لأ. وبتحس نفسك مشطط. الشخص هدا اه طبعا تنتعي قريبا على العكس الجميع. فانا ما حدش يحكي ليه العكسية. فهي قبل العكس. يعني اذا حسيت ان الكلام مش منطبق على برج جديد منطبق عليك. انت برج تاني. بس الكلام منطبق منطبق عليك. فهو الىك الكلام انت. واذا لا تجيتي كل واحد يعني بيعرف اه مشكلته وسطة بالضبط. طب خلينا نشو شو اللي بيعرفت علي. الشخص هيدا اه بده يفكر من مية وسطة معه. وهو شايفت ان الامتة جميل جدا وعنقل جدا وبرج تاني بتلع معنا كمان معي جماعة. وكمان هو الشخص هيدا بده خلاص يقطع الافكار المشوشة من راسه. وبده يحس انه عقله اصبح ثابت. على حلم معين عكاسة معينة على حب معين. الشخص هيدا مخوة خلاط. فبده يريح هيدا الخلاط ويكبس كبسة السفر انه يوقف. وشو ما طلع في خلاط طلع بشعبه. المهم انه عقله يرتاح. وهو شافت انه فك فيك كبين. كانه يجيك ع شخص جميل ويجذبك وخلاص يقطع هاي اللعبة الجاب اللي انتو بتلعبوها مع بعض. وهيقطع كل الافكار السيئة كلياتها. الشخص الدي يجي يبرغ لك. يحط لك نيك مبرر. بس المهم انه عقله يرتاح. لانه هو مجدود لك بالشكل مش طبيل. ولانه زي ما حكيت لك مخة اه قرب بينه جر من كتر ما مفكر فيك ومن كتر ما محبك ومن شدلك. ومن كتر ما انه عقله مش ثابت الا في حبك انت. التفتير انت. خلاص هو الثابت عقله فيك انت. الشخص اللي بيحاول انه يطلع مع الاصدقاء ويمرح ويفرح وكل شيء. لكنه حاول انه يعني يطلعك من عقله. لكن مش قادر هات الشخص انه يطلعك من عقله. لانه بحبك جدا 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 جدا. ونوية كل خير من ناحية. اه برج الجوزاء. فهو الشخص بحبك انت انت شخص حماسي وسلي وبتحب الاسرة والعائلة. اه شخص طموك جدا جدا. اه اه شخص بتحب اه تنظر الامام. وشخص كمان جاهز دائما اه اه لا اي شيء جديد. وحكينا كمان شفك ايش? زين الحق كنا. واكتشف رؤك. او كاشف بارة. جدا جدا. وهو كمان شفك انك انت لكن متريد. وصامت مش الصامت الا الصامت الهادئ. لا صامت لكنك متحرك. يعني كيف? صامت ما بتعميله في الكلام لكنك متحرك في حياتك. بتكمل انجازاتك بتكمل اعمالك بتكمل كل شيء. وشافك انك انت مريح جدا. وانت بتحب الاستقرال بقسارة جدا جدا جدا. بحكمال البعض من كم انتو تكونوا في زواج. او الشخص هذا يكون في زواج. بس انا اقترح انه الشخص هذا يا اصغر منكم بس بسنة مش كتير. او انتو دنيا في نفس الامر. نفس الامر. ايه نفس الامر. نفس الامر انتو. بس هو شافك شجاعه ومقداره جدا. واشافك انك انت تمسك في رأيك وانت جاهل زل ما حكيت لك انت لكل شيء. الشيء في شخصية طاق العشر فوص. مع شخصية متكاملة جدا. مريحة فريحة مع أسر طاق. عشان هيك هو بيحاول يمرح زيك ويفرح هو. بحاول يمكن هو في نظرك عن السوشيال. ان هو شخص محبوب وحبوب وكل الناس حواليه. تماما انت بتراقه من مواقع تانية لو حط لك انت بتراقه من مواقع تانية. عندك اكوانتات تانية. وهو شافك انت بتراقه وهو براقه. وهو شافك انك مرح ومبسوط وشخص تحب تنبس كل وقت بوقته. واناك انت بتخترع السعادة الاحترام. انك انت بحب تكون سعيد ومتحمس لكل شيء. عندك حماسة لكل شيء. طيب. طيب هو شنوية من ناحيتك يدرج الجدي. هو نوية الاستقرار. يعني بصراحة الشخص انا بدي استقرار معك. ملاوي استقرار جدي. وخطوة القادمة انه قدلنا كاسر حب كله. ويترف مشاعره للشخص. بس انا حاسة انه بدي استقرار. مش اعترف مشاعره. هو اعترف لك وخلص. او لفه دور. لكن انت عارف انه بحبك. لكن الشخص هذا. حاسس انه فيه تقش صار بينكم مش صحيح. او دخل حدا بينكم وقع بينكم وطلع. هيك هو بدي ايد كل شيء. وهو بده يكون تحاسب. ولكن بطريقة كبيرة. بطريقة مهزبة. بطريقة جميلة جدا. بطريقة راقية. مش بطريقة الحساب اللي هو بكون شجاع. لا. هو بطريقة بده انه يكسبك كمان مرة لصفه او لقلبه. او يكسب قلبك عفوا. لانه برضه يمكن احساس انه فيه حدا عرض عليه الحب. ودخل بناك وعمل شبكة كبيرة وطلع. او انت حاولت تستكشف الشخص اللي تستكشف عنه. وما قدرت اللي استكشفته واللي جمعته. ما اسفتوش او ما دانوش انا الشخص الكفاية. ما كانتش ايدينا يعني كفاية لك ادينينا الشخص. فهو ناوي انه اه 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 ايدي جديدة الشخص اللي تفقي معك كفاية. اوه. الشخص هذا بدي اسكح قلبك. قلبك المكسور. هو ندمان عليه جدا الشخص زي ما شفته زعلان. زعلان جدا. هو متباعد انه زعلان. وحساس جدا. ومشوش. الشخص هذا نوية خير يعني انه صدقا للشخص هذا اتعبان. صدقا. اتعبان جدا جدا جدا. جدا. وانوياعي كل خير. تصلح لات قلبك المكسور اللي كسره. والشخص هذا اذا كان فيه طرف دخل بينك وثالت. فالشخص هذا بدي اغياد الطرف. بدي ايه يصلح لات قلبك المكسور. ويطلع الطرف بتالت هذا. والشخص هذا بدي بداية جديدة معاك. وتعملوا اتفاق على بداية جديدة. يمكن انه تكون في العمل مع بعض. ويمكن يعطيك فرصة عمل جديدة معاه. او انه ازا الشخص اتباع عن العمل وعن كل شيء. عن الساحة حواليك. والشخص هذا راجع. وبطير جعل العمل من اول بجديد. وكمان الشخص يبدي اتفق معاك. اه على الشيء انه خلص. اه اتتملوا مع بعض. قديني اقول طيب هل فيه طرف تالي في حياة دخل شخص. لبورج جديد. اه ابو لحالة يعني. مش شايف معا حقا. مستطر لحالة. ممكن بزرلك عشان يغيزك. بس. الشخص هذا بحبك جدا. يعني اكتر من هيك مش راح اقرف احكي لك. حبك جدا. جاي يسرح لك قلبك. بس. فقريبا جدا الشخص هذا جاي. بس انت ندع الصلبي تبعك. عشان يجي الشخص الصح. مزا كان هذا الصلبي تبعك. فانده علي. انت عارف هذا الشخص. انده علي. انه هو جاي. هو جاي. يعني طمم. موجاي. لكن اه 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 هون اشهر لكم. بيس السلام هون بيحكولك ان السلام يأتي من اما تذكر الحق هو حقيقي فانت اطلع من طاقة الـ New Fortune انت تعجل تحصل على فكرة محظوظ ممكن الحظ لاعت دور معي ودخلت مشروع جديد حاسيت نفسك انك اتقدمت في حياتك فلكنك من داخلك مكسور وحس ان الحب هو اشياء ركازة فبقول لك ان السلام الداخلي اذا انت بدك سلام داخلي تأكيت اول اشي صدق ان في حب اشوف نصيحة اليك يا بوجي جديد شو تعمل قبل ما نصيحة شو تعمل شو ما شعرك انت مع ناحية هذا الشخص انت بتحبك يا نعمة ما انت حسن نصير وانت حسن ان نفسك يكون خلص تكمل حياتك معان معانا انت مكذب الحب ومكذب كل شيء وكأنك انت لدمان انك دخلت هذا الشخص لحياتك وكأنك اكتشفت عليه كتير اشياء بتفكر فيها بطريقة يعني خلتك شخص مش قادر تفكر او تجمع بشي غير هدا الشخص. انه ليش عمل فيك ليش غدرك ليش خالك ليش غشك. اي شيء. دقريبا انت ما بتنادي اللي نهائين. حتى لو لمت يعني نومك مشوش بكم. فاختج من هاي الطاقة واستقوى ادري انت ايش غدت. ونادي ع الصلمي تبعك. والشخص هذا الميحة انا شايفنا ما هي شيء نهائيا يعني انه مش ميحة انا صحكو لأ بتقربوش طاق. قربوه اصلاح قلبك كل الشخصي. وحضروا نفسك الشخص هدا قريبا راجع. قريبا جدا كمان شخصي متجهي اللي يكون. برضو طبط متجهي. فاتح قلبو لك لحب. لانو كرامنا هم برضو كريب. وفي كبس. نفس الشخص هدا حبك امتن? وبيفكر انه يصالحك. احتمال يكون هو مع اصدقاءه وفرح بمرحة لكنه برضو تفكيره انه او الشخص هدا شاعر انه بحبك بزيادة. وبدو هيك تكون صديق وحبيب.